وقلت لكم وعدت حضراتكم في بعض المعلومات الخطيرة جدا اللي مش هقدر اقوله وحيجي يوم هقوله انا هقول 50% منها النهاردة واتحدى اللي مجلس ادارة النادي الاهلي ممكن هيستغرب مني على الهوى اللي انا هكون عارف الموضوع ده لو استاذ محمد حضرتك صحفي وصحب كبير وانا احترمك مش هتكلم على قاعدة كان فيها سيادة الوزير قبل يوم 25 و 26 وسيادة الوزير عرض عرض خيالي في وجود مش هقول برضو مين عرض خيالي للنادي الاهلي مجلس ادارة النادي الاهلي انحاز لجامعاته العمومية قال له لن اقبل بهذا الكلام عشان انا عملت ندواتي مع جامعاته العمومية ده قراري ويسأل في هذا سيادة وزير الشباب والرياضة ولو كلامي تلع مش مزبوط هطلع اقول التفاصيل بالكاملة والقاعدة كانت فين وتقلق فيها لما حضرتك مبقاش عندك المعلومة دي مش زنبي لكن مذاكرين كويس وعارفين التفاصيل هو انحاز لجامعاته العمومية حضرتك قلت جملة مهمة باطل قانونا هاتلي نص قانوني يقول للاهلي غلط حضرتك ستة من اعضاء اللجنة الولمبية قال لك اللي بيعملوا الاهلي صح حضرتك ما طلعتش خد تبنت لدقيقة وجهة نظرهم ليه ليه احنا وحشين واللي بنقوله ده ضد القانون معانا ستة من اللجنة الولمبية شخصية محترمة اكاره وتمنعه ووحشين مجرد ما قالوا الاهلي عنده حق حضرتك ايه رأيك في ده كمان حضرتك قلت الناس عمالين يسألوني ويقولوا باطل حضرتك مش في المحكمة الدستورية حضرتك صح في محترم كبير لكن نسيب القانون لرجائعاتية اللي هو قال لك موقف الاهلي سليمين نسيب القانون لأهلي القانون صحة ولا انا بتكلم فيه ما عرفش لحدك شغال في المحكمة الدستورية دلوقتي عشان تقول دي باطل ولا لا وبالنصب نفسنا حاجات مش بتاعتم وصدقني انا بكلمك بكل احترام عايز تفهم كلامي حاجة تانية برضو انت حر لان احنا مش هنابل وعدنا الجماهير بالكلام ده طيب حضرتك قول اصلا قلت كلام خطير جدا حضرتك ما شفتش المستشار خالد زين وهو معانا في الحلقة قالك من خمسة وعشرين سنة نادي الزمالك عمل لايحته على تلت ايام ما سمعتوش هنا هو بقول الكلام ده وقفت عندها عشان العدل والامانة في الكتابة والحبر اللي سايب ده ما شفناش الكلام ده ما شفتش اتنين رؤساء لجنة اولمبية سابقين بقولوا موقف الاهلي سالين ما شفتش حمد المصري ما شفتش مش عايز اقول اسماء تاني تعبت خلاص شغال في الملف بالتوازي بالتوازي كده لجأت اللي اللجنة اللي هي المهلبية اللي عاملينها دي لجأت عشان تروح لللجنة اللي فيها الحكم والخصم عشان محطب ده العرف بتمشي كده طب هتلجأ لبرا انا بقولك برا هيقول للاهلي عنده حق وخليك فكر كلام انا اولا بقى بنصب نفسي طيب قلت جملة خطيرة جدا اللي مجلس زارة النادي الاهلي مطالب بالاعتذار لجمعاته العمية هو حضرتك مش مطارب بالاعتذار خلال اربع سنين لأهانات لكلام صعب لمنشتات صعبة لتحولنا لكتابة صعبة جدا مين اللي مطالب بالاعتذار حضرتك مطالب بالاعتذار لبتظهر في هذا البرنامج اللي العضاء الجمعية العمومية بيستفزوا كل لما بيشتمهم بيحبوا المجلس ده اكتر بالمنازم وكل لما يهاجمهم بيحبوا خلاص الناس بقى اتفاهم